قبل ما سمي النادي الاهلي عمدي حاجة خاصة بواق الجمعة أنا بصراحة يا جماعة ما شفتش واحد عليه هجوم وعليه نقد وعليه تحامل زي هو واق الجمعة مستوى وحش سنه كبر أخطاء الاهلي منه أهداف الاهلي منه وكأن واق الجمعة بلعب لوحدة في الفرقة كلها مش هو يعني مش واحد من دمنا 11 مع أن إلا كنت بتشوف واق الجمعة تلاقي إنه هو اللعب الوحيد اللي يمكن لعب كل مباريات منتخب مصر من يوم حسن شحاتة ميسك المنتخب يمكن في 2005 أنا تحديدا بتكلم عن من ساعة مكات الحسن ميسك يمكن ما غافش لمباراة أو اتنين فاكي منهم مباراة موريتانيا في القاهرة اللي كسبناها أربعة واحد كان قاعد احتياطي في التصويرات أفريكا غير كده مش بتذكر إنه نواء الجمعة غاب عن مباراة رسمية أو الدية لمنتخب مصر ولا في النادي الأهلي على مدى الخمس ست ستين برضو اللي فاته إلا نادل إذا كانوا أخذ إنذارين حتى جات فتر فترات كانت بدأ النواء اللي يبقى فيه نرفازة في المالعة من الآن تكتر كنت بتكلم معاه مرة إنه نهدى شوية وراجل من النوع اللي بيستجيب لنصيحة أي حد وشاف إنه هو راجل بيقدي معه مش ممكن يكون الجزيه اعتمد عليه ويمشي وييجي اللي بعده يعتمد على كحساب بدري ويعتمد على وقل جمعة ويجي كابتن زيزي يعتمد على وقل جمعة وقل جمعة دوت مهلا حاجة وقل جمعة ده فعلا مستوى قال أوقل جمعة بيلعب بصحته أوقل جمعة بيلعب بفلوسه مش ممكن كل المدربين بيعتمدوا على لعب إلا إذا كان فعلا لعب مجتهد ولاعب ملتزم ما أنا بقول قبل الاجتهاد في المالعة في التزام ومش معنا إنه أخطئ مرة أو اتنين أو حتى تلاتة إنه معناها إنه خلاص بقى هات السكيدة واتبح أو هات البندوية ويعدم أنا بقول رفقا بواقل جمعة سواء كان بقول من جماهر الأهلي أو من بعض الأقلام اللي تنتمي للأهلي أو للإعلام الأحمر إحنا بنعمله فيه لأن أنا شايفه واحد من اللعب اللي هم بقى معنا كلمة رجالة واحد يقول لي يا عم الكلمة دي بقى خلاص بقى يعني هو راجل ويقعد يلبسنا في أخطاء ويلبسنا في الحيطة وأهداف وبتاع لا والجمعة حتى هذه اللحظة أنا أعتقد إنه شايل دفاع منتخب مصر ودفاع النادي الأهلي حتى لو كانت فيه أخطاء هو ممكن يتحمل جزء منها والجزء أقبل بتحمله الآخرين وده شيء والد التحط لو بتتكلم على برسلونة المقصرة الدنيا روح شوف بيول ولا أندريبي كيه جنبه هتلاقي برضو فيه أخطاء وبعدين أنا النهاردة فيه حاجة كمان غريبة أنا ليه النهاردة بكل ما أجي تكلم على واق الجمعة أتكلم على السن وشمعنا واق الجمعة في حيط السن ليه ما بنجيبش سنة عبدالزهر السقه وعمري فهيم في أمبي معدين للأربعة وثلاثين نشوف يعني نشوف كم واحد معد السن تتة وتلاثين أو الربعة وثلاثين في دفاعات مصر ما حدش بيجيب سنة عبدالزهر السقه لقدر ليه عندي من أسمح الله مستوام قليل لا بس مهدين سنين كبير بس بيقالتوا في الملعب وممكن تكون ليهم أخطاء بس عشان مرشات أمبي بتزعش كلها لكن ده شيء وارد الخطأ وارد ثم أنت بتلعب لازم تخطئ لكن المهم أنك انت الشكل العام شكله إيه المستوى العام شكله إيه التزامك شكله إيه روحك في الملعب شكلها إيه هتولي يلعب في الملعب كده في النادي الأهلي بيلعب بنفس روح القطنية تعطوها الجمعة مع احترام الكل الخمسة عشرين أو ربعة عشرين لعب اللي ممكن يكونوا لعبوا على مدى من أول المسلم عايز روح قتالية وأداء في الملعب زي وقل كمع فالنهار ده أعتقد أنه هو بقى شيء أوفر قوي التحامل على وقل جمعة رغمنا بقول في كتير من اللعيبة في الدولة المصر مع الدية السن بيقدي حدش يكلم عن سنه ليه فيش أخطاء فيه أخطاء لكن الهام حاجة يعني احسب لعدد الأخطاء أو عدد السيئات القروية قدام عدد الحسنات القروية شيف أيوم ما أرجح أيوم ما أكتر ليه بيبص على شوية الأخطاء الصغيرة مش بيبص على الجابيات الكتيرة مش حاول بحكاية تلكم الفارغ والنص والكلام ده كل يعني يعني